أكد وكيل وزارة الأوقاف سيد موسعد أن جميع المصريين أصيبوا في قلوبهم بما أصاب أسر ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بيجيزة وأكد وكيل الأوقاف أن جميع الأهالي تكتفوا وتواجدوا في المنطقة لتقديم واجب العزاء في الضحايا معاربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين طبعا عندما علمنا بالحدث أصابنا في قلوبنا ما أصاب إخواننا فعلى الفور جينا إلى مكان الحادث لنقدم واجب العزاء لإخواننا من توفى منهم ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للمصابين